في ظل الأزمة السياسية في تونس وأمام انسداد الأفق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن التعديل الوزيري وأداء اليمين بالنسبة للوزراء الجدد في ظل رفض رئيس الجمهورية تنظيم موكب لأداء اليمين رئيس مجلس نواب الشعب يتقدم بمبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ويوجه له رسالة مباشرة وينتم الأعلان أن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب أرسل يوم السبت عشرين فيفري 2021 رسالة لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بخصوص إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها تونس ودع رئيس المجلس رئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الدولة إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة اقتصادية واجتماعية وصحية وأكد رئيس المجلس ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تبرز أنه رغم اختلاف التونسين وتنمي خطابة التحريض إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهديئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني كما اقترح على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية في أقرب الأجل هذه المبادرة حاول يخرج بها راشد الغنوشي بأنه هو اللي حاول يحرك الأمور لإيجاد حل للأزمة السياسية في تونس هل سيستجيب رئيس الجمهورية قيس سعيد لمبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورسالة متاعه ويطلب لقاء بين الرؤساء الثلاثة لتجاوز الأزمة الرهنة مازلنا في متابعة للموضوع